وعايزين نعود بقى برضو حقاك قلت انه فرصة احنا عايزين كمان فرصة الدولة وفرصة الوطن بالتحديات اللي بيواجهها في ظل التحديات العالمية اللي احنا شايفينها ازاي هيكون الحوار الوطني طريقة من الطرق المفروض انها تكون سهلة تبسط على السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية وكل وعلى رأس الدولة سيد الرئيس طبعا بالطبع ازاي نتجاوز هذه التحديات لان حتى كان في لقاءتنا انا وزملائي يوم الجلسة الافتتاحية كان البعض بيتكلم عن فكرة التحديات اللي موجودة وان كانت لا ينفصل محور سياسي عن محور مجتمعي عن محور اقتصادي لكن في تحديات بتواجهها الدولة دلوقتي طبعا يعني ده احييك على هذا السؤال يعني خلينا بس نتكلم على حاجة مهمة جدا وانا عايز اأكد عليها انه لازم نعرف انه الحوار الوطني ليس بديل عن المؤسسات الدستوري للدولة ولكنه رافد ومؤسسة بتفكر رافد يعني نبع او فرع عشان بس اقولش رافد احنا بقول لك سويا وكده بالدال مش بالضاد يعني رافد بالدال يعني خلينا نقول انه ياسيدي منصة منصة يقول لك الحوار اللي بنقول رافد الحوار الوطني رافد الحوار الوطني رافد يروح واخدنا من الحاجة بش لقين حاجة دلوقتي بعد ماتحك المهم فخلينا نقول انه هزا الحوار منصة والمرة الفاتتة يمكن كنت هنا في الجمعة اللي قبل الفاتت تقريبا في احد الحلقات انا قلت هو مجلس تفكير مجلس تفكير لقضايا المجتمع والمواطن وتفكر مع الدولة تمام من خلال اختيار ومشاركة عناصر ذات كفاءة سواء في مجلس الامنة او سواء في المقررين العام والمقرر مساعد او المشاركين في اللجان وده عددهم مش مشغولية وبالتالي هنا وبالتالي هنا حضرتك انه بما انه ليس بديل للمؤسسات الدستورية فبيفكر بيش فكر احنا امام يعني متغيرات عالمية واقليمية ومصر في القلب منها لا شك انها بتتأثر وانا مش عايز برضو يعني عايز اشرح دي وفي نفس الوقت عايز اؤكد على انه الحوار مش معمولة عشان دي طبعا يعني الحوار عندما انطلق اطلقت المبادرة لم تكن الدولة في مأزق لانه اخد بالك من حاجة ودي ملحوظة لابد من التوقف عندها الدولة اللي عندها مشاكل لا يمكن يكون فيها كلمات بهذه الحرية كلمات المتحدثين في الجلسة الاولى وهذا السقف المفتوء اللي يعمل كده دي دولة مستقرة دولة مؤسساتها مستقرة ووقفة على ارض صعبة صلبة وفي نفس الوقت ايه الارض الصلبة دي بتخليها تفتح الباب قدام الجميع لانه هنا في سقة الدولة دي نقطة اهمة انه مرة تانية بنوعيد انه الحوار الوطني ما كانش لسه فيه ازمة التضخم العالمية ما كانش ازمة انه حتى لو فيه بس هو مش معه انت امام ايه يعني اصلي الدولة الناس ما تنساش ما تنساش ما تنساش وبأكد على ده انه المراس ثقيل جدا والفواتير باهزة جدا على مدار خمسين سنة فاتت بنية تحتية هشة ومتهلكة ومنتهية للدولة المصرية وجه فوضى وتخريب وانهيارات متلاحقة جات ثورة تلاتين ستة ها بالبلد كده عادلت الميلة قولا واحدا واخد بالحضرتك ولولة هذه الثورة العظيمة ها ما كان لهذا البلد يعني ان يعود ويستعيد عفيته مرة ثانية طيب تلاتين ستة بروحة انه رئيس الجمهورية ها يعلم تماما تفاصيل واهمية وروحة تلاتين ستة وعندما اطلق هذه المبادرة كان يريد الحفاظ على روح تلاتين ستة خد بالك ها تلاتين ستة طيب في السكة وانت ماشي كطار الدولة ماشي وهو كطار صعب تعرض لي يعني المنطقة كلها تعرضت بفعل ما يسمى بالربيع لعهات مستديمة عواصم حتى هذه اللحظة ترمم ما حدث فيها وبالتالي مصر نجد 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 بصعوبة خلي بالك ورغم انها كانت مستهدفة رقم واحد وهي المطلوبة لانه هي المفتاح ومن يملك مصر يملك الجغرافية في المنطقة وفي الإقليم كله وبالتالي كانت هي هدف نجحت مصر ونجد طيب انت عشان تنجو عشان تبني دولة بتبني البنية التحتية الأساسية بتأسسها وهو هشة ومتهالكة على مدار نصف القرن زي ما قلنا وما حدش ينكر ده موجودة وبالتالي 2011 حصل معه انت في الآخر انت واقع معه حصلت 2011 نتيجة برضو انه الدنيا كانت فيها انهيارات كتيرة جدا كل اللي جنبينها طبعا وبالتالي وبالتالي جيت تبني من جديد ما صار بنية تحتية وفي نفس الوقت يعني كيف مصر تكون هي المطلوبة وتنجو فلم تتوقف الجامعات الإرهابية ولم تحقق المختبرات التأمورية أهدفها وبالتالي قال لك لا مش هينفع كده لازم الإرهاب يشتغل ها والإرهاب بقى إيه انت شفت افتكر الاختيار ثلاثة والصورة اللي كان فيها افتكر سات الرئيس في هذا أنا لسه متفرج عليها بقى المشهد دا تحديداً كان في طلب منه مقابلة خيرة الشاطر و ساعد الكتات في الاختيار اتنين في الاختيار اتنين ماشي و قاعد و خيرة الشاطر تحديد 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 وقولك احنا نجيب من أفغانستان ومش عارف فاكستان ومش شن وجماعتنا والقوة والشباب وشباب الاخوان وقادر والرسالة ولن تستطيع ايكة بص مشهد عبسي واخد بال حضرتك و دا حصل على فكرة لا ما كان الفيديوهات الحقيقية كان بتوزيع لا دا حصل دا حصل وانه تم فتح الباب لكل الجماعات الارهابية بكل انوحة بكل تنظيمتها للوادي وسينة بالمرة يعني سينة في الاساس والوادي ايت ولم يعني كانت حالة يعني يعني قاتلة مزهلة واخد بال حضرتك وبتقول اللي في السجن خرج والقعدة خرج وهكذا وبالتالي هنا انت شغلت ابني وعندك الحرب الرئيسية فين مع الارهاب مش كده طيب قدرت ابني وانت ماشي في السك والارهاب وانت ماشي في السك لغاية لما تخلصت منه ان شاء الله بلا رجعت ان شاء الله وبالتالي انا الاوان وقتها لانك تعمل زي ما عملت عمران في الاسكان والطرق والكباري وواجهة الارهاب ايضا البنيا التحتية الان بقى عمران بدأت تصل لمرحلة العمران السياسي العمران السياسي والحوار العمران السياسي واطلاق المبادرة لانه انت هنا بتتقدم مستقر وبتتقدم وتقدمت في وقت صعب بالمناسبة طبا وتقدمت في وقت يعني ايه انت الخسائر الخسائر شوف يعني كام مليار كام ميت تقريبا خمسمائة مليار مش كده طبا خسائر من من جراء الفوضى والتخريب 2011 وخسائر بشرية من من الجيش والشرطة ده خسائر الأكبر والأعظم يعني الخسائر يعني خسائر كبيرة جدا ولكنهم شهداء هم 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 علشان احنا وانت نبقى موجودين ونبقى في حوار وطني وبالتالي وبالتالي هنا كان وقتها كان لازم تاخد خطوة الخيادة السياسية في هذا السياق سياق البناء خد بالك سياق بناء الدولة مش هنا لازم ناخدها في التفاصيل الجزئية أصليمين بيعمل إيه لأنه الآن من إيه ما فيش الكلام ده سياق هذه الدولة تبنى وفد سياق انت عملت مرحلة معينة وتنتقل سواء بنية تحتية مواجهة إرهاب تنتقل للبنية السياسية بنية تحتية ثم البنية السياسية أيها العمران السياسي أنا بس سميه واخد بالبنية السياسية وكان لديك أولويات وفق الأولويات تبدأ بإيه الأول إزاي الأول تسبت أركان وترسخ أركان الدولة المصرية وتنتقل لده وبالتالي هنا الرسالة يعني عندما تأتي من رأس الدولة فهي مهوق طب أقول لك على حاجة طب مهوق لو إحنا بنتكلم بقى هو لما أنت تتحارب الإرهاب بتحاربه عشان ما يستهدفش المعارضة أو المؤيدين ولا ما يستهدفش أي مواطن مصري مظبوط أي مواطن طب لما بتعمل طرق عشان يمشي عليها المؤيد وممتشي عليها المعارضة مصبوط أنا واحدة واحدة لما تيجي مثلا من المستفيد هنا الإجابة من المستفيد من كل ده بالزبط وبالتالي أنطبخ ذلك على الحوار الواطن